السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم هنبدو بالإندوكرايم باثولوجي تمام اليوم نتكلموا على الإندوكرايم باثولوجي ومنشوفوا الحاجات المهمات فيه بالنسبة للي نحن وللأمانة الإندوكرايم باثولوجي يعتبر شابتر كويس وساهل وبسيط جدا ما يخوفكمش السلايدات 112 سلايد يعتبر كأنه أول شيء تلكاردي لو تذكروا فيه حتى هو 100 سلايد يعتبر ساهل ويختافة باي أول حاجة نتكلموا عليها اليوم هو عبارة عن تذكير بسيط للإندوكراين سيستم وهو أصلا شين هو الإندوكراين سيستم إندوكراين سيستم قبل ما نتكلمنا على الإندوكراين سيستم خلنا نتكلموا علي حاجة بسيطة زي ما نعرفوا أننا عنا حاجة اسمه شيني هوميو ستيزيز ولا عنا حاجة اسمه هوميو ستيزيز اللي هي عبارة عن التبات الهوم متاعك من هو الهوم أكيد البودي متاعك فأنت ضروري ما تخليه شيني يعني تابت في constant state of regulation يعني لو حاجة زادت وما تبهاش تزيد تنقصها لو حاجة نقصت ما تبهاش تنقص تزيدها هيك تخليه شيني تخليه في homey static regulation بهاي regulation هادي كيف ممكن نطبقها نطبقها عن طريق main to systems من هما السيستمز هما السيستمز هاده من قسمه فيهم لفاست سيستم أو فاست كونترول سيستم زي ما فاست فيدباك وعننا سلو تمام الفاست عن طريق mini nervous system اللي هو الجهاز العصبي وسلو اللي هو الendocrine system اللي بنتكلموا عليها اليوم اللي يتكلم أو main اللي يخدم بشيني يخدم بالأجهزة الصماء اللي هي الغدد الصماء تمام الغدد الصماء فالendocrine system عبارة عن system that uses glands uses glands that sends hormones hormones directly into the blood تمام directly into blood تمام لماذا لانا عنا نوع ثاني من الجلاند عنا الباراكراين الباراكراين اللي هي تبعت الخلايا المجاورة لها بالانترستيشي الفلود أو الانترستيشي الفلود وفي نفس الوقت عنا الاتوكراين اللي الخلية تخدم علي روحها وعنا الاندوكراين اللي هي متاعنا اليوم اللي هي تبعتها في وين تبعتها في البلود ستريم تمام تمام فهذا الاندوكراين سيستم متاعنا باهي الاندوكراين سيستم مش يتكون من glans احنا قلنا انه يتكون من شين يتكون من glans ولا خلنا نرتبو كلامنا يتكون من glans بل glans هذا من شين ممكن يتكونه اول حاجة عنا المهمة جدا وامهم كلهم الماثر اوف اول او الماستر اوف اول glans اللي هي مني اللي هي البيتيوتري جلاند واصلا اللي هي موضوع الشي تمتاعنا اليوم تمام اللي هي البيتيوتري البيتيوتري جلاند تمام خير البيتيوتري جلاند تعتبر الماستر اوف اول glans با خلينا نتكلمه خلاص احنا بنتكلمه توها عادي البيتيوتري جلاند خير البيتيوتري جلاند وشين من اصلا من شين تتكون شوفوا معاي احنا نعفو ان البيزم تاع السكول عندنا خلينا نرسموه البيز متعسكول عندنا سفينويد بون تمام عندنا شني هذا البيز متعسكول هنا حيكون شني عندنا سفينويد بون تمام سفينويد بون سفينويد بون فيك كزي النزلة النزلة هادي كأنها منظرة زي السلة ولا نسمو فها السلة تركايسة تمام السلة تركايسة هادي شن حتلقفها تلقفها غدة زي توا غدة وطبعا الغدة هادي شني متصلة بحاجة اسمها الانفانديبلوم تمام مع مني مع الهايبوثالموس تمام فهذه البيتوتري جلاند معاها مني معاها الهايبوثالموس طبعا هذا الهايبوثالموس وهذه شني هيا البيتوتري جلاند طبعا البيتوتري جلاند أنا توب نزيد نقسمها نقسم وفها مين للي حاشتين تمام نقسم وفها للي حاشتين لو نجو نكبروا الصورة شوية ناخدوا الصورة نكبروها هذه عبارة عن البتيتري جلاند هذا الانفانديبلوم هذا نسموه في الانفانديبلوم وعننا شيني ميلي انتيريير بارت هذا الانتيريير بارت وهذا الباستيريير بارت وطبعا هنا متصلة بميني متصلة بالهايبوثالموس نبوحنا الهايبوثالموس نتكلم على اليوم تصلة بجزء من الهايبوثالموس تمام تمام شوفوا معي الانتيريير نخلوكي واضحة كتر متبانش من لخبطة ايوه تمام خليني تكلموا على الانتيريير شفت الانتيريير هادي الانتيريير هادي أصلها من وين طبعا الزوز أصلا من اكتودارم هذا هستولوجي مش حتى هنكتبها لكن هذا جايك من يعني جايك من الماوث اللي تحتها تمام لأن انت في الاخير هنا في السكول تمام في السكول انا لو منكملها عندك مني عندك هنالي وحي يكون السكيلتن متاع الجو ولا علموهم فهنا تلقاها شني جاياتك هنا الانتيريير من لكن الباستيريير جاياتك من يعني يعني هياة لما نتكلموا عليها اصلها نسموها شني اسمها اسمها أدينو أدينو نسأت الأو هايبوفيزيس وهذه بما أنها أصلا نيورو نسموها نيورو هايبوفيزيس للعلم هذا كله في السيولوجيرا نيورو هايبوفيزيس هذا مفروض أنها تكون عارفة غير نذكر فيك هايبوفيزيس تمام تمام شمعناها كروموفوبيك معناها ما تحبش ما تحبش التصبيغ لما احنا منصب غطيشيو من ابتويتري جلاند يما بتاخد لون يما مش هتاخد لون لو ما اخطيتش لون نسموها كروموفيك لو اخطيت لون نسموها كروموفيلك والكروموفيلك نقسموها مازال نقسموها لإيوزينوفيلك ونقسمه فيها لبيزوفيلك تمام هذا التقسيمتين المهمات عندنا تمام بشكل عام الكروموفيلك يبدأ يدير فيه شهني perde الكروموفيلك سيلز طبعا هاته كروموفيلك سيلز بشكل عام هذا كروموفيلك سيلز وهذي كروموفيك سيلز بل كروموفيلك سيلز هاته مشين قسمه فيه على حسب الهرمون اللي بيطلع الخلية مثلا زي شنة أنا نعطيك سوماتوتروفيف شو معنى سوماتوتروفيك تعطيك الجروث هرمون ومهم جدا هذا لو زاد قبل البيبرتي نعرف ان حاجة يعطيك شنه جايغانتزم ولا اكرو ميقلي حكو ان عندك الجايغانتزم ولا ولو كان افتر البيبرتي يعطيك شنه يعطيك الاكرو ميقلي ولا ولا تمام بعدين عندنا حاجة اسمه الاكتوتروفيك لاكتوتروفيك شنه لاكتوز يعني حليب쪽에 تقعطي براكتين فلاكتوتروفيك لاكتوتروفيك اللي هو البرولاكتين هرمون والبرولاكتين هرمون لو زاد بسببك في هايبربرولاكتينيميا ونعرف ان هايبربرولاكتينيميا لو ما يزيد شي حاد سببك اول حاجة الصحي skeletons اللي هو زيادة في ملك في الفيميل ثاني حاجة تنقص اللي بيده في الفيميل في المال بتديه لغينقومستية بتنقص للليبيدو وبتديه للمشكلة في شيني حتى هو في من ناحية في الليبيدو تمام تمام فهذا من ناحية شيني من ناحية نمشي للي بعدها عنا حاج اسمه الكورتي كوتروف من اسمه وين تخدم على الادريني الكورتكس تخدم على القشرة للي اصلا تصنع من في شيني كورتيزون فتصنع في هرمون سموا فيه أدريني الكورتي كوتروفين هرمون هذا لو زاد تخش في حاجة اسمه الكوشينج سندروم اللي يبدأ عندك مون فيس وعندك دي بوزيشنينج في الفات مثلا بفل ونكه وغيرها فهذا يعتبر كله شنه كله ابنورماليتي هذا اصلا موضوع نحن اليوم هذا الباثالوجي لالعلم حاجة تانية الكورتيكوتروف تعطيك في حاجة اسمه ميلانوسايتستيميلاتين هرمون علاش? شوفوا معاي في البتيوتري جلاند زمان في الانفنت لما يكون صغير مازال في واحدة هنا انترميديا في النصة هي الانترميديا طبعا تتنحح في الادولت انا رسم لك الادولت طوى في الانفنت كانت يدير في هرمون اسمه الميلانوسايتس الميلاتينج هرمون يمشي يحفز الميلانوسايت باش يدير لك ميلانين والميلانين يزيد الصبغة باش يدير لك السكن تون متاعك تمام لكن في نفس الوقت رابرودوسش شوية من الكورتيكو تروف تمام تمام ما زالنا تاني ما زالنا مثلا عندك اللي هو هيكون متاع الثيرويد هرمون ثايروتروفس تمام ثايروتروفيك سيلز طبعا نعرفوه هادي شو تعطيك تعطيك الثايرويد ستيملياتينج هرمون وطبعا هادي لو زادت يعاني هادي حتزيد لك شنة بتدي لك اللي هو ممكن دي اللي تخش حتى في ثايروتوكسيكوزز تمام او ممكن تسبب لك اللي هو هيكون فيه لو طبعا الجويتر هو بشكل عام شو معناه معنى اللارج من في الثيرويد غلانت فممكن الغويتر تلقاه مع زيادة في الثيرويد ستيملياتينج هرمون هلبة او زيادة في الابر نورمال رينج يعني هي نورمال قاعدة الثيرويد ستيملياتينج هرمون لكن في الابر رينج تمام تمام شن ما زالنا تاني من الخلايا اه عندنا القونيدو تروف عندنا شنية عندنا القونيدو تروف طبعا هذا اللي يبعط لك فيه هرمون شن اسمه الفوليكلر ستيملياتينج هرمون والليتونايزينج هرمون هذا مهمات جدا في الميل والفي ميل تمام تمام هكي تكلمنا علي الهرمونات اللي بتطلعهم الانتيريور بيتيوتري تصدق ان هذا كله under the control of mini في صاحبنا الهايبوثالموس كيف ال under control متاعه انا نقولك شفت هادم كلهم انا حنعلمهم بالاصفر السوماتوتروف السوماتوتروف الكورتيكوتروف الثايروتروف الجونادوتروف كلهم هادم الهايبوثالموس لما بتكلمهم بتعطيهم شيني بتعطيهم استيميولاتيوري هرمون اللي هو خنديراكي بالاصفر باش تقعد زيها اللي هو شيني اللي هما ال anterior بيتيوتري يعني انا لما منكلم الهايبوثالموس نبعث هرمون مثلا السوماتوتروف الكورتيكوتروف اللي هو حاكوا الكورتيكوتروف ثايروتروف هكوا كلها باش نطلع منين طلع على كورتيكوتروف طلع على درين الكورتيكوتروف هرمون مينالوسات الاستيميليات هرمون ثايروت lên seven الثايروتروف هرمون هادة كله هيك الا مني الا اللي بالاحمر والاكتوتروف علاش لان الاكتوتروف under المتاع منه من صاحبنا اللي اسمه الدوبامين فعندها انهيبيتري بميني بالدوبامين في الهايبوثالة موسيعطي في الدوبامين اللي يديلك في شين يديلك في انهيبت للاكتو تروفيك باي يجيك ديما سؤال سواء كان في الفيسيولوجي والباثولوجي يقول لك انا لو الانفانديبيلوم هيا 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 الجاية في النص الان فانديبيلوم انا لو قصيتها او قطعتها صارت مشكلة تراما قطعت معاش فيه ما فيش كونيكشن بين الهايبوثالة موسول بيتيوتوري جلاند هل هيزيد لك انجريس سومتوتروف لا لان هو اصلا الهايبوثالة مستبعت له في استيميلاتوري هل الاكتو تروفيك بيزيد اه لان الدوبامين كان يثبط فيه فتوه مطلوق طالقينا يخدم معالي راحته معاش فيه محد يقول لا تمام فهذا سؤال مهم جدا ممكن يجيبولك في الباثولوجي ممكن تلقاه في الفيسيولوجي حتى القدام فهذا الانفانديبيلوم قلنا الانتيريور الهايبوثالة موسي تحكم فيها عن طريق الهرمون بقى النيوروهايبوفيسي سسموان الباستيريور كيف شوفوا معاي الباستيريور تعرف كيف الخدمة متاعها انا حنرسم الباستيريور بس توا هذا الباستيريور خرج هيك هذا الباستيريور تمام وهذا جزئية الانفانديبيلوم متاعها وهنا شاد بالهايبوثالة موس تمام وهنا شاد بشني شاد بالهايبوثالة موس شوفوا معا هنا في Neurons تمام هنا في شيني في Neurons Neurons Cell Bodies طبعا من بيش ندير تكسيمتهم و أما جيها مسؤولة على كده و ما جيها مسؤولة على كده وصلهم في النص ميكس دم خانتك الموكي وال Neurons هادم يطلع منهم شيني يطلع منهم Axins وال Axins هادم يمشي 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 يتموا هنا يتموا في Synaptic Vessels تمام يتموا وين يتموا في Synaptic Vessels Produce أو Synthesize هرمونين اللي هو Anti-Diurotic هرمون اسمه الثاني Vasobircine هذا اللي يخدم مع وياخدم مية من غير صوديوم والتاني اسمه ونحن نعرف أن الأكزيتوسن مهم جدا علش الأكزيتوسن مهم جدا في الفيمال لأنه ديلها contraction في الليترس فمهم جدا في مهم جدا في عن طريق التكتال بالساكلين للبي يسبب في استمالاش للريليس وفوكزيتوسن ولوكزيتوسن هنا شم بيديلك بيديلك contraction للماء وإبيثيل يمداد من المامري جلاند بيش يطلع لك الحليب تمام فهذا مهم جدا تعرف كيف انتقل هذا من يمشي يمشي طبعا عن طريق حاجة ينتقل ويتخزن هنا شفت الفرق الفرق ان الخلايا متاعها هي اللي تصنع وبعدين يتحكم به الهايبوثالمس من فوق لكن البستيرير عبارة عن عبارة عن production من الهايبوثالمس وينزلي صلى ستورج فلو جاك تقريبا اول سؤال في الاندوكراين في القايتون كان حلة هكية ببساطة وواحد من الخيارات كان ان الانتديوريتك هرمون برودوس اندي نيروهايبوفيس براكتس البستيري البيتيوتري وكان الخيار خطأ كيدا لان برودوس في الهايبوثالمس وستورج في شيني في البيتيوتري فهكي نعتبر درنا مراجعة كويسة وبسيطة او سهلة للاندوكراين للبيتيوتري جلاند بالذات خلينا تكلموا على الباثولوجي انا شين ممكن نتوقع من الاندوكراين سيستم ممكن يصير في manifestation انا من ناحية الباثولوجي متاعي اللي اليوم اتوقعها بكل امانة معكم ممكن حتى ما تكون اشجارها الباثولوجي متاعي لاحظة انا نقول لك يما يزيد يما ينقص في يما يكون عندي overproduction هذه رقم واحدة over or under under production of hormones تمام يما over او under production of hormones مازال ممكن يصير البتوتري جلاند مثلا ناخد البتوتري جلاند كمي تالب هاي شوفوا معي تعرف انت قدامك هنا والله انشاء الله تكون قاعدة عندي البديفلك صعب نحصل شوفوا معي على المهم انه عندك قدام او فوق البتوتري بشوية في حاجة اسمها شيني اسمها الoptic chiasm تمام اسمها شيني اسم الoptic chiasm والoptic chiasm هذا زي ما نعرف انه تلقى فيه تجمع منتاع الاعصاب اللي جاية من الاي ولا جاية من العين لو صار فيه enlargement للبيتوتري gland الماس انتاع البتيوتري لما توسعت وصار لانلارجمن تبدأ تدير فيه lesion تمام فممكن يسبب اليو حيكون شيني سبب اليو حيكون في lesions ممكن associated with mass lesions تمام فهذا التانية ممكن يكون شيني عبارة عن mass lesions تمام فهذا اللي منتكلم عليها اليوم بشكل عام منتكلم علي الحاجات اللي ممكن تصير في الشي هذا خلي احنا قبل ما نبدو في اول او قبل ما نبدو في اول manifestation اللي هي حتكون الhyber بتيتوريزم ان شاء الله علي خير تمام خلي نبدو نكتبها حتى الكتيبة تمام عبارة عن رقم واحد hyper bit ut rizm زيادة في مني زيادة في الهرمونات من production بتاع الbit باي شوفوا معي ركزوا معي في هذه مهمة جدا بيش تفهم الموضوع لما نقول لك hyper bit ut rizm شو معناها معناها زيادة في production و هرموم من bit ت تفهم الفرق بناتهم شيني اننا لما منزيد hyper bit ut اغلب الوقت مثلا نقول ادينوما عبارة عن شيني عبارة عن benign tumor يدير في production شيني benign tumor يدير في manifestation لما يزيد هذا حيكون one هرمون تمام one هرمون شو معناها one هرمون مثلا لو صارت لبي bit utary adenoma في corticotrophic cells معناها بيصير لك over production للمني adrenal corticotrophin هرمون معناها حيكون شيني عندي coaching syndrome اللي هي انا لو صارت للي بت utary adenoma في هيا هذا اللي حيزيد لو صار لت tyretrophic adenoma هذا هايبو بتيوترزم مثلا نقوله عن طريق الشيهان syndrome لو تتذكروا في الفيسي وتو حنجدوا نراجعها تو مثلا لو صار لي surgery او صار لي خدي ليثيوم او مثلا رادي اشن كلهم حينقصوا الهايبو معناها لما احنا يمنطيح يمنطيح مع بعضنا لكن لما بينقام بينقام واحد بس تمام تمام فقبل انتخشوا في الهايبر بتيوترزم اللي هو اول منفستيشن لنا ان شاء الله دعنا نشوفوا بلكل الكلية داكرة حاجة انا مش داكرة باي endocrine system زي ما قلنا l-endocrine system عبارة group of glans primary function to produce hormone the hormones into the bloodstream تمام when the gland does not produce the right amount of hormones بلط بالضبط لما قلنا when the gland does not produce the right amount of hormone سواء كان شو ما يقول not the right amount ممكن زيادة او نقصانرة زي ما قلنا over او under production بيتوتري gland is the master زي ما قلنا هذي البيتوتري gland زي ما قلنا l-endocrine disease under production over production او mast lesion قلنا البيتوتري gland عبارة عن structuralize اللي حاكو في البيس متاع الbrain silla turcasis في noid bone تدير في تسعة هرمون anterior radino hypophysis اللي ورجين من الاكتودار متاع privative mouth عندك posterior neuro hypophysis من neuro اكتودار متاع dyankyphalon شفت الرسمة هذي هذي الhypothalamus شفت الاوبتيك chiasm هي الاوبتيك chiasm لما يصير عندك enlargement للعلم الانلارجمنت متاعنا مثلا عندنا الانلارجمنت نقسمه مايكرو وماكرو المايكرو اقل من 10 مليمتر وهذا ان شاء الله تقريبا المحاضرة جاية والماكرو هيكون اكتر من 10 مليمتر الماكرو لما يكون اكتر من 10 مليمتر يطلع من السلة هذي يضرب في الاوبتيك chiasm تمام فشفت هذه الباستيريور وهذه الانتيريور وهذه الانفانديبلوم وهذه الهايبوثالمس وهذه الاوبتيك chiasm باهي الانتيريور بتتري اذا ما قلنا شوف ما يعطي ثيروت استيميلايات هرمون قلنا ادرينا الكورتيكوتروفين غنادو تروف غروث هرمون برو لاكتين مليلانوس سايد استيميلايات هرمون قلنا هذا كل قلنا سيكون الانتيريور كورتيكتروف عن طريق ايكو كورتيكوتروف سيلز غروث هرمون سمات سيلز ثيروت ثيروت فوليك لتنازم اكسبت الدوبامين لانه انهيبت البرولاكتين تمام تمام نفس الشي هنا هذا الهستولوجيك المتاعنا مش قلنا فيه بيزوفيلك ويزونفيلك هذا نسمو فيه كروموفيلك وعننا حتى الكروموفوبيك باي وعننا شيني عنا ريتيكولر نتورك وهادي مهمة جدا ريتيكولر نتورك انا لما بعدين منقولك فيه حاجة اسمه بيتيتري ادينوما واللي هو حيكون عبارة عن بيناين بيناين تيومر مش هتلقاه ريتيكولر نتورك تمام تمام الباستيري البيتوتري زي ما قلنا الباستيري البيتوتري دز نت دايريكت لسنثي سايز يعني هرمون زي ما قلنا بتريليس اللي هو الأوكزيتوسن والأنتي ديوريتك هرمون اللي هو نسمو فيه الكرسي قريب طاح بي أسف علمو وش هاف ترافل داون الانفانديبلم زي ما قلنا في الهيرنج باديز ونلقوا أن السيل باديز اللي يوحكون طبعا السيل باديز اللي يلقون في الحيبوث هلما يكون نيوكلياي زي ما قلنا هما شفتهم أنتي دايريك رمون والأوكزيتوسن وهنا يجمع وين يجمع في ساينابتك فيسل بقى الأوكزيتوسن زي ما قلنا الخدمة متاعها قلناها والأنتي دايريك قلناها عبارة عن شي المهم تريتين اللي يوحكون الووتر واسمه الثاني اسمه فازو برسين بما أن اسمه فازو اللي بلد فسل برسين ضغط معناه يدير في فازو كونستركشن ويزيد في فاشل بلد برسير فهذا ويزيد في فازو كونستركشن helps increase البلد برسير زي ما قلناها واضح جدا هذا الأوكزيتوسن من اللي يخدم على اليوترس ويخدم حتى على المايوبيثيليم تعال ملك ولأنتي دايريك كده يخدم على الكنيميلي خلاص توب نتكلمه على الكلينيك المنفستيشن متاعنا هاي بإذن الله نبدو بالهايبر بيتيوتريزم شوف معاي انت لما تكون عندك هايبر بيتيوتريزم معناها اوفر بروداكشن لهرمون وحيد من البيتيوتري جلانت كيف ممكن يكون السبب هذا ممكن يكون عن طريق شني عن طريق بيتيوتري تمام يكون عن طريق شني بيتيوتري اديناما اللي هو عبارة عن بيناين تيومور أوف جلانز باهي باه هذا بيناين ديما اللي بعده طول شن حيكون يكون ممكن شني ممكن يكون كارسينوما يعني ماليقننت كارسينوما أوف بيتيوتري تمام تمام البي مستفزة كي منظر الحق تمام حتى كي مستفز تمام البيتيوتري آخر حاجة ممكن شني ممكن يكون إكسترابيتيوتري تيومور شمعناها إكسترابيتيوتري تيومور إكسترابيتيوتري تيومور عبارة عن شني في حاجة لو تتذكروا فيها اسمها شني بارا نيوبلاستيك سندروم شمعناها بارا نيوبلاستيك معناها أن التيومور مش هو نفس يدير في الضير المتاعها لكن يدير في برودكشن اللي حاجات معينة يدير في manifestation تمام لو تتذكروا مثلا small cell carcinoma of lung small cell carcinoma of lung لو تتذكروا في جدول التومر متعباته واحد يدير في production الantidiuretic hormone like activity تمام فيبدأ عندك manifestation المنفستيشن هذي كأنه عندك hyper pituitorism لكن هي اصلا اكسترا pituitory تمام فهذي واحد منه بقى لكن احنا توا منتكلموا على اكتر شيء منتكلموا على اكتر فبنتكلموا على شيني منتكلموا على الادينوما تمام والكارسينوما تعتبر شيني rare فخليني نكتبوها هنا تعتبر لي most common والحمد لله لنا بيناين وعننا هنا شيني rare والدمج متاع البيتتري ادينوما مش انها تيومور لا الدمج متاعها يأما عن طريق الانلارجمنت يأما عن طريق الهرمون تمام يأما عن طريق الانلارجمنت يأما عن طريق الهرمون انا نعطيك مثال باهي نعطيك مثال هادي كلها انتيري ربيتتري باهي هادي كلها ركز معايا هادي كلها انتيري ربيتتري وهنا الخلايا هنا خنقسموا هنا الخلايا كانوا متاع مني هادم الخضر هادم كانوا متاع القونادو تروفيك والزرق هادم متاع الفايروتروفيك والاسود الداكن هذا مثلا نقوله ادرينا الكورتيكوتروفيك كورتيكوتروفيك باهي شوفوا معاي تخيل الاحمر الفاتح الفاتح والباهت مش عارف انا والله الالوان يلا نشبههم رح خنديروه بنفسج ما راحت تخيل الخلايا هادم كلهم هادم كلهم عبارة عن لاكتوتروفيك سيلز شوف هاد فتخيل هذا كله لاكتوتروفيك فانت شن حتلقى هنا اول حاجة حتلقاها اوفر بروداكشن اوف برولاكتين ومازال وين ماشي عندك براشر اتروفي انت تضغط على الخلايا التاني معاش خلتولهم مساحة حرام عليك فتلقى عندك داون بروداكشن للأذر هرمونز للأذر هرمونز نعطيك هنا شنه نعطيك السيناريو تاني السيناريو التاني يقولك ان هادي تمام خنديرولها كوبي بيست عياه دي مشكي تمام كوبي كوبي السيناريو التاني يقولك ان الخلايا هادي البنفساجية كانوا كروموفوبك مش كوبي شو معناها كروموفوبك معناها ما يخدموش معناها ان الي صافتلي اللي ان في الخلايا اصلا اللي ما يخدموش يعني هنا اصلا مع عنديشamaan بروداكشن فيهنا يا مش المنافستيشن بانكريس ببروداكشن هرمون لا بيكون ببرشير بس فانا يدير تبرشير علي جميع الخلايا وما عنديش هرمون ادير ل Singing لوowski放ichi هنا الكروموفوبك ما يديرش ببروداكشن فهنا نلقشني only pressure atrophy تمام لأن احنا بعدين لما نجو لكلام الصح خلاص انا حنمسح هذه لانا ما عنديش بها لازمة للشرح فلما نقسم احنا البتتري ادينوما بعدين انا نقول لك يا اما هل هي functioning او non functioning يعني هل فيه هرمون طالع او لا وهل size متاعها micro ولا macro تمام تمام فهذا اللي بنتكلم عليه لليوم تمام هذا اللي هو حيكون المقدمة متاعنا لهايبر بتتوريزم شو ما زالتاني من اتكلموا عليه تمام الباثوجينيسيز متاعها تمام خلي طلعوه هنا بروحة البتتوري ادينوما شنية الباثوجينيسيز متاعها شوفوا معاي الباثوجينيسيز عندك مين لحاشتين يأما يكون عندك وهذا اهم شي يما تجيب روتين abnormality او جي بروتين ميوتيشن تمام عبارة عن جي بروتين ميوتيشن يخلي الوفر برودكشن اللي هو حيكون في الهرمون ويعتبر هذا المستقر من ره تمام او ممكن يكون شني ممكن يكون انهرتد تمام ممكن يكون شني ممكن يكون انهرتد انهرتد يعني family لو خلاص انهرتد predisposition لانه في حاجة لازم تعرفها اسمها من اسمها كي اسمها من تمام هذا منفستيشن متاع تريس شنوه من اختصار لشني المن المن عبارة عن منفستيشن يضرب اكتر من جلاند نسمو فيه multiple multiple endocrine neoblasia فتلقى اكتر من جلاند يكون فيها تيومر ومنهم من يكون منهم حيكون البتيوتري فالبيتيوتري او المن المن عبارة عن تلقاها neoblasm او عبارة عن تيومر في اكتر من غدة صماء منهم البتيوتري تمام تمام فهذا واحد من الكوزس يأما يكون جيب روتين ميوتاشن يأما يكون انهرتد بمني بي المن تمام تمام با زي ما قلت لك احنا انقسموا فاها انقسموا فاها علي حاسب شني انقسموا فاها علي حاسب السايز اول شي قلنا انقسموا فاها ياما ماكرو ياما مايكرو لما قلنا مايكرو قلنا اقل من عشرة ولما قلنا ماكرو قلنا اكبر من عشرة مازال انقسموا فاعل حاسب تخدم ولا لا هل هي تعتبر functioning يعني تدير في هرمون والهرمون اذا مني لو كان ادرين الكورتيكوتروفين هرمون معناه عندك مشكلة انت في كوشنج سندروم لو كان زيادة في الثايروتروفيك هرمون او الثايروتستيميلياتين هرمون معنا انت ما عندك شني عندك اللي وحيكون ثايروتوكسيكوزز لو كان عندك مشكلة في القنادو ترفيك فانت ممكن خاش حتى في شني بري بي بورتي انت لو ممكن تكون عندك زيادة في البرولاكتين فانت خاش في ميني خاش اللي وحيكون في هايبر برولاكتينيميا انت لو كان عندك مشكلة مثلا في شم زالتاني احنا اه لو كان عندك مشكلة في الكروث هرمون يا ما عندك جايغانتزيم يا ما عندك مشكلة في الاكرو ميغاليا على حسب انت قبل ولا بعد اللي وحيكون بي بورتي الشي هذا ولا لا تمام فالفنكشنينج برودوس للهرمون وفي عندنا الننفونكشنينج اللي لاخد ملاجد من اللي قلت لك انه تضرب الكروموفوبك يدير فيه برشل اتروفي وهذا هو المنفستيشن تاعه ننفونكشنينج نو هرمون تمام فهذا من ناحية شني من ناحية ال من ناحية اليو حكو البيتوري ادينومم بتاعنا باي باي شم زالتاني منتكلموا علاها شن هو المنفستيشن بتاع البيتوري ادينومم البيتوري ادينومم زي ما قلت لك انه شن بتدير لك بتدير لك برشل اتروفي خلنك تبوهم احنا باي رقم واحد برشل اتروفي من غير هذا من غير البرودكشن وفرمون لان عرفناه شن بتدير لك من غيرها برشل اتروفي للأذر سيلز فتخجشك في هيبو بتيتوريزم هيبو بتيتوريزم رقم اتنين تضرب لك في الاوبتيك كايازم مش قلت لك تضرب لك في الاوبتيك كايازم فتضرب لك في الفيجوال فيلد شني احنا عنا الفيجوال فيلد زوز بهي هذا العين بهي عنا النيزل هوا النيزل وعنا التمبرل هوا التمبرل انت بتضرب لك الزوز هما الباي تمبرل فنسموها شنين نسموها الباي تمبرل والنصف من الجيتان فتكون باي تمبرل حولوا لقوة الابلاي شكلي قريب مت في الفيديو نسموها باي تمبرل هيمونوبسيا اسمها باي تمبرل هيمونوبسيا تمام فهذه اليو حيكون عندك هايبوبتيتوريزم وعندك اليو هايبو او باي تمبرل هيمونوبسيا ممكن يضرب لك حتى شن يبدأ يضغط لك على الدماغ ممكن يعطيك هيدك تقريبا ايه حتى يديلك ممكن هيدك تمام فهذه المنفستيشن الثانيات اللي ممكن تشبح باي فهذا كله بشكل عام قاعدين نتكلموا على البيتيتوري ادينوما ما تكلمناش على الهرمون اللي بيطلع وكل واحدة لها مانفستيشن تمام فانا لو جاتك جروس بيكتشر للبيتيتوري ادينوما توا خلاص احنا ما خشوا هنا لابة احنا خشنا في لاب توا لاب للبيتيتوري ادينوما عنا جروس وعنا مايكروسكوبك باهي انا لما نتكلملك علي جروس تخيل انت بينايني تيومور بينايني تيومور ركز معاي معناها البينايني تيومور اول حاجة حيكون ويل سركمسكرايب شو معناها ويل سركمسكرايب يعني واضح جدا انه يكون مثلا اوفل او راوند تاني حاجة من ناحية البيتيتوري ادينوما حيكون صفت تمام حيكون شني حيكون صفت تالت حاجة حيكون كابسيوليت تمام حيكون شني حيكون كابسيوليت علي حسب لو كان مايكرو أديناما قاعد وذن السلة تركيسة لو كان أكبر ماكرو اللي هو أكتر من 10 مليمتر طالع برهم دير كمبرشل الأوبتيك كيازمة باش يدير لك هدك فهذا من ناحية شيني من ناحية دي ما أحفظها WC يكون وعلي حسب معناها قاعد في السلة تركيسة تمام وين قاعد اللي هو حيكون قاعد في السلة تركيسة بالإيه هي بالسلة لو كان لارج طالع برهم دير العار ضرب الأوبتيك كيازمة وغيرها باي المايكروسكوبك شين حتشباح شوف معي يارتني ما مسحت أنا شوف معي هذا وهذه الأنتيرير متاعنا وهذه الباستيرير الملتالي تمام لو أدينوما شين حيكون فيه ممكن عبارة عن شيني قلنا الزيادة في نوع واحد من الخلايا فانسموفها شيني نسموفها نسموفها لي وحيكون مونومورفك تمام مورف مورف معناها معناها مش تشبيه معناها مورف يعني نسخ استنساخ أيوة معناها استنساخ مونو يعني نوع واحد فتلقى مونومورفزم مثلا في الجهة هيا باي هادي كلها مونومورفزم خلي نخلاوه ليكي الشكل متاع على قل أوفل باش تكون باي هيكي هادي عبارة عن كلها أدينوما مونومورفك لأن النوع واحد من الخلايا باي وحوالها الكابسول متاعها والخلايا الثانيات مساكين صير لمشيني صير تمام الباقيات صير لهم براشر أتروفي فهذا المايكروسكوبك ببساطة تمام عبارة عن يونيفيروم مونومورفك تمام نلقوهم أرينجد طبعا في بابل لاي وغيرها طبعا علي حسب زيادة مثلا لو كان هادي أسيدوفيلك فتلقى زيادة في الأسيدوفيلك زيادة في البيسوفيلك تلقى زيادة في البيسوفيلك أو حتى الكروموفوبك زي ما قلت لك دبنت علي وين ما صايرة وقلت لك مبكري شيني أهم شي مش مبكري قلت لك أنا هادي الماي نورمال لأن الأب نورمال اللي يمتاع الأديونوما خيرها أبسنس أديونوما خير الأديونوما أبسنس وفي شيني اللي بكري قلتها الريتيكلور نتورك ما فيهاش ريتيكلور نتورك تمام تمام فهذا من ناحية شيني من ناحية المقدمة بتاع البيتيتري أديونوما توم نتكلمه على الفانكشنين كل واحدة شيني يصير فيه تمام تمام هذا تكلمنا على توم شفت هنا ديقة بس لو تكره فيها هيا لما قلت لك في الريتيكلور نتورك قلت لك في البيتيتري أديونوما لا فنشوف وش نكتبين على البيتيتري أديونوما زي ما قلنا البيتيتري تيومور المست قمن حيكم بيتيتري أديونوما اللي هو البيتيتري كارسيونوما يعتبر تمام اليوم ما دم القز طبعا متلها البيتيتري أديونوما والكارسيونوما والإكسترابيتيتري تيومور وقلنا البيتيتري أديونوما خير أبردوس ون بيتيتري هرمون تعرف في حالات نادرة جدا ممكن يصير يعني معناه تخليط شنية الكمبانيش اللي حتصير أغلب الوقت أغلب الوقت تكون برولاكتين ومعها جروث هرمون اللي هو السوماتو تروفيك سيل تمام تمام ف one of the بيتيتري هرمون سبريسين the normal function of the other cell عن طريق اللي هو الأتروفي pressure atrophy mass effect اللي هو lead to press أو pressure effect على الأوبتك نيرف زي ما قلنا other part of the brain the most common cause of hyperbiturism زي ما قلنا أغلب الوقت تكون طبعا اللي هو حيكون isolated تمام most common اللي هو مشكلة في الجيب روتيني ميوتيشن أو ممكن تبعا من الرجال اللي هو ملطب الاندوكراني نيوبليجيا أغلب الوقت تكون سلسل لكن يكون فيه كومبينيشن اللي هو الكروث هرمون اللي هو السوماتو تروفيك سيل والبرولاكتين لأكتو تروفيك وهذا يعطي برضه مصدق من كومبينيشن باهي الباثو جينيس زي ما قلت لك يمكن مشكلة في الجيب روتيني وننفونكشن ما فيها شي طبعا هنا يديلك هايبوبوتيترزم للبراشر أتروفي وديلك فيه هادكو باتمبر الهيمونوبتيا حاجة هنا مهمة جدا انت ستنقولها مش مهمة جدا لأمانة لكني قلتها الدكتور أحبها تنضيفها إنه ننفونكشن نديره لأ اكسبلوريشن أو نعرفه لات علاش لنه ما فيش هرمون طالع نستنى لأن يضرب الأبتك كايازم ولا يضرب أو يدير لك هادك أو يبدأ يدير لك براشر أتروفي باش نعرف إنه في مشكلة لكن الفنكشن يبلي يطلع لك في هرمون البداية ونعرفه مشكلته من البداية تمام تمام المورفولوجيك زي ما قلنا والسركمسكرايبت وقلنا اللي هو حيكون لو كان طبعا اللي هو حيكون صفت وقلنا لو كان سمول في السلة طالع بره الميكروسكوب عبارة عن اللي هو اليوم سواء كان نشيط كوردا أو ببلاي السيت بلازم ممكن أسيدوفلك بيزوفلك أو حتى كروموفوبك عن حسب الخلية وما فيش ريتكلر نتورك زي ما تكلمنا بالضبط تمام تمام شوفها شوفت هنا ما فيش ريتكلر نتورك واضح جدا باهي خلاص طبعا نتكلمه طبعا شوفت هنا لما تكون ماكرو ديناما وفي نفس الوقت هنا تمام وشوف هذا كل نضرب على خط البيتتوري وللأسف هذي تنشاف بعد ما ينخفض الهرمون أو عندك منفستيشن في البرين باهي الفانكشنينج الفانكشنينج شين هيكون عندك من ناحية الفانكشنينج زي ما قلت لك من البداية نبدوها من أول واحدة لأن البرولكتين تعتبر اللي هو هيكون أكتر كومن وإحنا طبعا تكلمنا لهم من قبل فمخشوا في البداية طول تمام خرص خلينا نتكلموا على البرولكتينيميا أول واحدة تمام برو أو مش برولكتينيميا هيبر برولكتينيميا هيبر برو لك تي نيميا الهايبر برولكتينيميا عبارة عن شيني عبارة عن طبعا يعتبر عبارة عن عبارة عن زيادة في البرولكتين هورمون فأديناما اللي صايرة أديناما وين في فتدير في برو لكتين بزيادة كبيرة هلبة تمام تمام هذا نسمو فيه البرائمري كوز هل فيه سكندري كوز الهايبر برولكتينيميا يا سلام فيه سكندري شوفوا معي السكندري كيف يصير أسبابها غريبة شوية هو باية أول حاجة طبعا مش غريبة هذا طبيعي في البريجنسي ونعرفوا احنا البريجنسي لماذا تزيد المرأة البرولكتين في جسمها واضح لنا بيبدأ طبعا هو البرولكتين لو تتذكروا في الاندوكرايل لما تكلمنا عليه يزيد مع البريجنسي بعدين ينقص في النهاية وبعدين يبدأ يزيد اللي هو باستيميليشن متاع مني متاع اللي هو حيكون الماذر فيلنج وغيرها حاجة زيك يدير بعدين استيميليشن لي لك بشكل عام البريجنسي يدير في استيميليشن للبرولكتين حاجة ثانية الاستروجين أو هاي دوس في الاستروجين علاش والله يقولوا حاجة تانية يا أما الاستروجين هو نفسه يدير في انهبش للدوبامين ونعفو احنا لما ينقص الدوبامين يزيد البرولكتين تمام تمام أو حاجة تانية اللي هي الهايبو ثايرويدزم وهذه القصد يباننا غريبة شوي شندخل الهايبو ثايرويدزم بالبرولكتين شوف معا لما يكون عندك هايبو ثايرويدزم معناه نقص في الثايرويد هرمون معناها الهايبو ثالموس تبدأ تدير في ريليز لحاجة اسمها الثايروتروفك ريليسنج هرمون والثايروتروفك ريليسنج هرمون بيست اون ريسيرش على حسب الابحات الاخيرة تقولك انه صح يزيد في الثايرويد استيميلات هرمون أو خاني نديره قبل كل شي ان الثايروتروفك ريليسنج هرمون يمشي للبيتيوتري طبعا هادي هايبو ثالموس هايبو ثالموس طلع الثايرويد ريليسنج هرمون ثايرويد ريليسنج هرمون يمشي البيتيوتري علي حسب الابحات تقول انه افكت نوعان من الخلايا اللي هما اللاكتوتروفك طبعا مينلي مينلي اكيد الثايروتروفك وحتى شوية يقول لك اللاكتوتروفك فانت لما تزيد الثايرويد استيميلات هرمون في نفس الوقت حتزيد حتى مني بتزيد البرولاكتين تمام تمام شو ما زال تاني طبعا اللي تكلمنا علام بكري انه ممكن ينضرب الهايبو ثالموس لما ينضرب الهايبو ثالموس معاش عندك دوبامين فهايبو ثالموس ليشن او ممكن دراج دراج ينقص في الدوبامين تمام دوبامين انهيبتين دراج دوبامين انهيبتر اللي هو علمهم دوبامين انهيبتر لا والله مش قاعدة كيف خنكمل الضروري دوبامين انهيبتر تمام دوبامين مني دوبامين انهيبتر او انهيبتر بشكل عام بح هكي تكلمنا علي الاسباب متاحها بش ندير من بكري قلتلك امنوريا في الفيميل جالكتوريا دكريس في الليبيدو تخش حتى في انفرتلتي تمام هادي من ناحية شني من ناحية الهايبربرولاكتينيويا من ناحية الداياجنوز متاعها في الفيميل وهادي مهمة دي ما تكون شني تكون اليو earlier stage تمام اليو حيكون في الربروداكتف ايج متاعها فاكتر وقت اكتر وقت اكتر وقت اكتر وقت اكتر وقت دي ايجنوزد انفيميل ايرلي لماذا لانا من ناحية من ناحية متاعها واضح في الربروداكتف لايف متاعها باهي باهي هكي نكون تماما الهايبربرولاكتينيويا ما فيش اي حاجة تانية تبتتكلم عليها اكتر من هكي باهي نمش لليه بعد اللي بعد عبارة عن صاحبنا التاني اللي هو الغروث هرمون تمام غروث هرمون اديناما تمام غروث هرمون اديناما اللي هي بتضرب مني طبعا بتضرب الخلية متاعنا اللي هي السوماتوتروفك سيلز السوماتوتروفك سيلز شم ممكن يصير هادي واضحة زيادة في الغروث هرمون ممكن تكون لك حاجة تاني اما اكروميقالي زي ما قلتلك بعد لبيبرتي ولا جايغانتزم فنبدأ بال جايغانتزم لو تتذكروا فال جايغانتزم شن نتكلمنا عليه اللي هو حيكون عبارة عن لو تتذكروا في الاندوكراين في السل ثلاثة الجايغانتزم عبارة عن زيادة في الغروث هرمون قبل ما يشيني قبل البلوغ يعني قبل ما يتذكر الإيبيفيزي فأكتر الحاجات اللي بيزيدوا ديس بروبوشن تغروث وين في الارم و الليكس فتلقى الارم و الليكس متاعها طوال هلبة تمام تلقى طوال هلبة علاش بسبب زيادة في الغروث هرمون وحتى في اللي هو حيكون انسلال تقريبا تمام فتلقى في زيادة هلبة ديس بروبوشن هذي لأ تكون بعد ليا بوست بيبرتي بعد لبيبرتي فهذي بيفور بيبرتي وهذي افتر لبيبرتي بل افتر لبيبرتي شن حيسبب لك اكتر الحاجات اللي بيتضرروا هنا ديما تلقى يده زي البالطة تمام فيدة تلقاهها كبيرة رجله تلقى كبار لانه زيادة في السكيلة حيكون في السمول بونز والبون متاع سكول تمام وحتى شوية في الفرتبرا فتلقى اول حاجة سكول متاعها تلقى البروميننت مندي بالمتاعها الجو تلقى عندها تلقى عندها تلقى عندها النوز كبير ومفلطح شي ما زالتاني والزيادة الزيادة ما اللي تكون في الفسرة تمام فزيادة في الاحشاء اكتر الياسكن والأورجنز بشكل عام فهذا اللي بشكل عام ما بيش نكتب هاد بلن اصلا هاد الدوامتاع واخدينها من زمان في الفسيو فانا لو جيت ببساطة خشيت طبعا البرولكتينيميا قلناها ما فيش ولا كلمة ما قلناهاش نشوفوا القروث هرمون شنكتبين عليه أكروميقالي خيرا يصير في الأدولت قلناها الابويس وين في الصفتشو لنزيل ما قلت لك فيسروميقالي في الفزرة كتر شيء في السكن والفزرة ان ذي بون متعمني الفيس الهاند والفيت الباقي اللي قلت هادا كايفسي وما نتبيش انت الجايغانتزم هادا الگروث اللي هو هيكون طبعا من الگروث هرمون سكرتين أديناما لكن بفور لبيفيزي الكلوجر فتلقى هنا شنه تلقى طبعا pre-puberty تلقى 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 الصورة هنا واضح جدا شفت هنا الجايغانتزم واضح انه جاي من اكروميقالي وهذا جايغانتزم تمام طبعا هادا هادا واحد منهم عند شيني برومانت اللي يوحيكون بروترودد بروترودد اللي يوحيكون جايغانتزم وعنده هنا يده زي البالطة مع انه زي ما نعرف او انا زي ما نعرف انه نرى الاكروميقالي يخش حتى في الانفرتلتي فعنده خاتم وتقريبا متزوج ممكن الله اعلم لكن زي ما نتذكر في النفف في السيو ثلاثة او المفروض ان الاكروميقالي يكون انفرتايل با هي دمام فهذا هو الجايغانتزم والاكروميقالي تمام خلاص يكن يعتبره تماما من ناحية زيادة في الهرمونات لان الكورتيكوتروفين زيادة في الهرمون للكورتيكوتروفين هرمون يديلك ببساطة كوشنج سندروم ويقولك مش مهمة لبا الدكتورة مديرها في سطر واحد والثيرويد ستموليتين هرمون بديلك شيني بديلك اللي هو حيكون ثيروتوكسيكوزيز والقنادوتروفك حتى هي بديلك مشكلة ويعتبروا رير فالدكتورة حاطتهم في سطرين وقالت السلام عليكم هذا هو تمام هذا هو كورتيكوتروفك هذا السلة دينوما ثيروتستيل الميولاتين والقنادوتروفك تمام تمام هذا الجدو اللي متاعنا هذا يعتبر اختصار بسيط جدا لكل اللي تكلمنا عليه تمام خلاص طب نتكلموا على الخيبو بديتوريزم تمام احنا ان شاء الله حنكملوا لنوصلوا ان شاء الله مفروض نديروا نص المية واثناش سلالي اليوم يعني حوالي تنين وخمسين ديقة بس لا ستة وخمسين سلايد ان شاء الله اليوم حنتم بقى خليني نتكلموا على الهايبو بديتوريزم احنا تواتمنا الهايبر بديتوريزم نتكلموا على الهايبو بديتوريزم ولو تذكروا لما قلت لك لما يكون فيه نقصان معنى نقصان فيهم كله تمام هيبو بديو تيرزم بديو تيرزم تمام تمام لهو عبارة عن شيني عبارة عن نقص في ال مست هرمون تمام عبارة عن ديكريس ون ور مور هرمون تمام تمام شين القوز متاعها شين ممكن يكون هيبو بديتوريزم زي ما قلت لكم بكري لما قلت لك انا يصير فيه برشور اتروفيا من المتر حتى الاديناما لما تكون انفانكشننج ممكن تديرها هيبو بديتوريزم ولا فواحد من الاسباب الاساسية متاعها عبارة عن تيومر تيومر زي دير في برشور فسبب الشي هذا حاجة تانية ممكن تكون تراما تراما حصل ضربة مسكين تمام فيعتبر حتى التراما واحد من الاسباب او ان تيومر لكن تيومر هذا كان ماليقن فاضطرنا نحوها فالسيرجيري تمام وغير اللي هو حيكون السيرجيري شو ما زال لعننا تانية عنا الرادياشن اللي هو ممكن راديو ثرابي سبب اللي هو حيكون ديفاكت فيه باهي باهي فيه اسباب تانية عنا زي ما قلنا الشيهان سندروم شي هان سندروم شنهي الشيهان سندروم ببساطة الشيهان سندروم عبارة عن شنه شوفه معي الوومن البرغنانت وومن البيتويتري جلاند متاعها في الحمل يتضخم يتضخم لأنه تبيه هرمونات هلبة والتضخم هذا اللي يصير شن يبدأ يدير يبدأ يدير فيه براشر على البلد فصل اللي في جنبها تمام وفي نفس الوقت اصلا البلد مش سادة اللي يماش البيتويتري جلاند فتخش في اسكيميا انت او انت اسكيميا لانه شيهان سندروم في الفيميل بس فيكون في اسكيميا وبعد البوست برغنانس يبدأ يخش حتى في شيني يسبب اليوح يكون سموفها في بوست بارتم همرش لأنه يسبب في ربتش البلد فصل وغيرها فممكن تسبب في ديفكت في البيتويتري جلاند كلها على بعضها تمام فلما يقول لك الشيهان سندروم دي ما يقول لك عبارة عن اسكيميك انجيري تمام اسكيميك يعني نقص في البلد فرم شيني بوست بارتم همرش تمام تمام ممكن في حالات تانية تلقاء السلة تركايسة اللي مفروض فال بيتويتري تكون سمو فال سلة تركايسة اللي طبعا هذي ممكن تكون جينيتل وممكن جاية حتى من شيني أغلب لوقت تكون اللي واحد يكون جينيتل آخر حاجة اللي منتكلم علىها اللي هي تكون الخامسة ممكن يكون انفكشن ممكن يكون انفلاميشن ممكن يكون تيومر منبرة اللي هو نسمو فيه انفيسيف تيومر يعني ممكن يصير في انفكشن لبيتويتري جلاند أو انفلاميشن لها أو تيومر منبرة يضرف فاها جاي انفيسيف لأنها ماليقنت هذا كل نسمو فيه شين نسمو فيه انفلتريتف ديزيز دي محفظة انف انف وانفيسيف يعتبر شيني انف 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 اللي هو انف تمام نسمو فيه شيني انف انف تمام فهذا الهايبو بتيوتريزم باي شيني المنف متاعها متلا لو ما نتكلموا على الشيهان سندروم شين حيكون عندها هي نضرب البتيوتري متاعها كلها فشي ممكن يكون عندها شوفوا معاي ممكن يكون عندها اي جالكتيكا شي معنى اي جالكتيكا معاش تدير في production للميلك او اي جالكتيا اي جالكتيا اللي هي مشكلة في شيني دي كريس لبرولاكتين عندها ايمينوريا تمام عندها ايمينو دي ما منحباش الكلمات دي لانها سبيلنج متاعي در رأي الكبد ايمينوريا تقريبا اي كي علاش لنا دي كريس في القنادوتروفين با عندها مشكلة loss of hair loss of hair مشكلة في شيني في growth هرمون باي عندها مشكلة hypothyroidism واضحة هايبو thyroidsism شين هيكون نقص في thyroid هرمون عندها مشكلة adrenocortical insufficiency تمام يكون شيني يكون insufficient insufficiency خلني نقلب ده insufficiency علي خاطر دي كريس في الادريني الكورتيكو تروفين هرمون فانسمو فها كل كل علي بعض ده rapid cinal يعني كأن يعجز او يولي كبير في السن بسرعة تمام فهذا بشكل عام الباثولوجي متاع الhypoboteterism هذا اللي كتبين على الارة مش متاع مقيم في هلبة فشوف الكوز متاع تيوم مقيم ترا مقيم ترا مقيم ترا مقيم ترا مقيم شيهان صندرو مقيم عبارة بوست بارتم نيكروز هو كتبين اس كيميك انجوري افتر بوست بارتم همروش بوست بارتم نيكروز لانا في البرغنينس يصير في هايبر تروفي هايبر بلاجيا اللي هو طبعا في الاكتو تروفيك فالسبب اللي هو حيكون شني يسبب اللي هو حيكون افكت البلد فسل وفي نفس لوقت الوص البلد فسل ميزيدش فالسبب اللي هو حيكون في بلد لص المنفستيش نيكالاكتيك امنوريا سبيبك هايبو بث هايبو 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 وادرينو كورت كال انسوفيشنس توم نتكلم على الباستيري بيتيتري بيثولوجي تمام سهلة جدا عاد الباستيري بيتيتري بيثولوجي علاش لان نحن نحن نزوز هرمونات ياما الأكزيتوسن ياما الأنتي دايروتك هرمون والأكزيتوسن مش هنتكلم عليك بيثولوجي من ركزه وشيني من ركزه اللي هو هيكون على الأنتي دايروتك هرمون بيش يقعدنا هيك نكون تماما البتيتري جلاند علي خير ان شاء الله ومخش في الثايرويد جلاند تمام مخش بعضه فشيني مخش بعضه في الثايرويد جلاند فلما يقولوا عندك مشكلة في الباستيري البتيتري ففي بيتيتري بيثولوجي باستيريور بيتيتري بيثولوجي أكتر حاجة من نتكلم عليها اللي هي الانتي دايروتك هرمون لما يصير لنقص معاش في بروداكشن من البيتيتري أو هو معاش يصير في معاش يصير في من البيتيتري لأنه معاش في يصير من الهايبوثالموس لأنه يتصنع في الهايبوثالموس هادي نسموها شين لو تتذكروا نسموها نيورولوجيكل لأنه في واحد تاني اسم نفروتك نيورولوجيكل دايابيتيز تمام دايابيتيز انسبدس شمعنا دايابيتيز انسبدس دايابيتيز انسبدس معناها ببساطة انت هالي الكوليكتين تبيور ولا هادي الكوليكتين تبيور يتجمعوا فيها شيني نهاية متعدست الكون تبيور يخش في الكوليكتين داكتز انت مفروض هنا لما تخش المية الانت دايرتك هرمون يخدم ياخد في المية يرد فيها للجسم فلما معاش يخدم ينزل بكمية كبيرة لان خلاص فتلقى عندك بولي يوريا انت يتبول هلبة لمريض بولي بسبب نقص لما يهلبة فتركيز الاملاح في الدم يجيد فتلقى عندك هايبر نتريميا تمام تمام فشن ممكن يكون الاسباب متاع هذا الشي كيف ان قصط الانت دايرتك هرمون والله ممكن يكون عندك شيني تروم هيد تروم ضربة سبب لي حيكون خلل في الهايبوثالمس أو حتى البتيوتري ممكن او ضرب الشي الجزء هذا من الجزء واخر حاجة حتى هو شيني انفلميشن او حتى انفكشن تمام فانفلتراتف ديزيز سواء كان انفلميشن او انفكشن فهذا من ناحية شيني من ناحية المنفستيشن متاعه هذا هو وطبعا السبب لك ليهو ديهايدريشن وديهايدريشن متاع يعتبر صعب جدا انك تحكم فيه ان لا يضطر يشرب مية بكمية كبيرة خلاص فهذا هو انتي ديهايدريشن زي ما قلنا تمام هذا نفسه هو اسمه فاس صعيدة اللي هو تمام الصعيدة يعتبر منفستيشن عكسها بالضبط تمام شنو صعيدة خلنكتبوها احنا هنا تمام اللي هو المنفستيشن التانية الانت دايرت كرمون يكون زايد نسمو فيه شنو يسمو فيه صعيدة اللي هو حيكون سندروم خلنكتبها بهادي سندروم أو في in appropriate تمام نكتبها كلها بها appropriate anti-diurotic hormon secretion تمام يعني زيادة هلبة في anti-diurotic hormon لو تتذكروا نام بكري قلت فيه حاجة الاسم small cell carcinoma of lung مش قلتها نمكري مثال على extra pitutory اهنا ولتنا لان واحد من الحاجات اللي بتزيد anti-diurotic hormon small cell carcinoma متاع اللنج يعني تخيل ليا في اللنج لك ندير anti-diurotic hormon production من غادي لان تخدم لان نفس structure متاعها small cell carcinoma باي ممكن يكون درق درق هذا سبب لك في زيادة في anti-diurotic hormon release او ان شني ممكن ترون ما تدرط لك defect في متاعها تمام تمام وهكي نكون وتمعنا علي خير ان شاء الله البتيتري غلاند مخشوا في الثيرويد غلاند تمام تمام مش هتاخذ مننا هلبة حوالي ما زلنا قداش سلايد احنا مازلنا عشرين سلايد بالضبط او اشتركوا في القناة